موسيقى كما تعرفون بأن المساحة الإجمالية تقريباً للجهة فيها تقريباً 1 مليون فاصلة 76 هكتار المساحة الصالحة الزراع 949 ألف هكتار يعني مساحة مهمة للزراع ومنها 123 ألف هكتار المجهزة من الري الكبير يعني الري الكبير يعني كتد الماء لها دير السقي من السودود الحمد لله اللي كان في الجهة يعني منطقة سقوية هذه 123 ألف هكتار المسقية غير من السودود يعني المياه كتد من السودود يعني مشي من المياه الجوفية الجوفية أنا عاد جاي لها فيها من المياه الجوفية ولا من المياه اللي كتكون من يعني ضخ من الويدان ومن الأنهار ديال الجهة را 83 ألف هكتار زايدة على ديك 123 ألف هكتار وعاد كين 1700 هكتار المسقية بره المتوسط والصغر يعني ببيع ماش اللي كي يعطينا تقريبا واحد مائتين وثمين ألف هكتار المسقية اللي يمكن اللي كتتسقف بالجهة ديالنا هذا هدي معطايات مهمة ديال الجهة وخصائص مهمة اللي كتمكننا إلي ازدنا عليها إلي ازدنا عليها نوعية طربة نوعية طربة كتختلف في الجهة ديالنا كين ما ياختنا الشارط الساحلي وعندنا فيه تم بالخصوص طربة رملية وشحن مازد ندخلنا كنلقاو بعد أراضي تيرس يعني أراضي طينية اللي فيها كتقبط المبزاف ولازدنا لداخل الشيشو عديلقاو الأراضي أخرى اللي تقريبا بجيت التيلال وبورية بما فيها جهة إقليم الخميسات إذن هاد النوعية ديال توفر المياه وهاد النوعية ديال التربة ونزيد عليها في المنطقة كين مجموعة من الوحدات ديال الإنتاج الصناعي ديال الفلاحي كيمكننا أننا في هاد الجهة كنزرعوا جميع الزراعات تقريبا اللي كينا في المغرب إلا مغارلة حيتي البالميضاتي يعني التمر وشحوجي الخارين يعني كنزرعوا زراعات تروبيكال ديال بانان لابوكا هاد الزراعات كتكون في المناطق الاستيوائية هاد زراعات استيوائية كنقدروا نزرعوا الفواكه الحمراء هادي فواكه ديال الشمال ديال المناطق الباردة وعاد كنلقاو الزراعات الكبرى فواكه الحمراء وليسوا نسملوا ولين فيها ما تكشل لك أنا قلت لك يعني الجهة ديالنا كتنتج جميع الزراعات هاد المؤهلات هاد المؤهلات اللي عندها كيمكن لها زراع جميع الزراعات تقريبا في الجهة اشتركوا في القناة